السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة ادوب للاسف لما تستخدم الفوتوشوب هي بتقدر تطلع على الصور دي وممكن تكون صور شخصية وممكن تلاقي صورك بايت متاحة في كل مكان. بتسرق المعلومات هي بتحاول دلوقات تحط في الاتفاقية ان انت موافق انها تتطلع على كل الصور وانها تدرب النموذج الصناعة بتاعها. بتحاول تنافس ميت جورني فدلوقات تسرق من المستخدمين بتاحها وتسرق من ميت جورني نفسها. ده واحد يعني فنان محترف لقى الصور بتاعته منشورة فعمل تاج لأدوب وقال لهم يعني هل هو من المهنية ان انا الاقي الشغل بتاعه منشور على صفحياتكم دون استئزان فقال له احنا اسفين ودي يعني يعني غلطة واحنا حزفنا الصورة دي من على الموقع. تمام? فهو رجل معروف والرجل فمن بالك بقى بشخص ممكن ما كنش معروف ممكن منعرفش ولاقي صوره الشخصية منشورة على موقع ادوب او على اي موقع تالي. فنكون حازرين لان الموضوع ده ناس كتيرة بتشيكي منه. تمام? يعني مش كفاء ان هم بياخدوا فروس كتيرة لأ ده هم كمان بيدربوا ذكاء الصناعي على صورنا الشخصية اللي احنا نستخدمه في الفوتوشوب. يعني انا بستخدم فوتوشوب ونستخدمش حاجة اونلاين عسا نحافظ على سرية الصور بتاحتي. صورة صورة عائلية. فدي مدم الأخطاء اللي شركة ادوب وعد فيها وردا من نهو ومكروش.